اشتركوا في القناة الجلسة الاخيرة وهي الجلسة التامنة عن السياسة الروسية في المغرب العربي والقرن الافريقي وكما تلاحظون فهي جلسة افريقية بامتياز تجمع بين السياسة الروسية في شمال افريقيا والسياسة الروسية في شرق افريقيا سيتكلم خلال هذه الجلسة اربعة متدخلين الاستاذ دكتور عبدالرحيم العطاوي والاستاذ دكتور قاسم الحادق والاستاذ دكتور عبدالحي علي قاسم صالح ودكتور محمد احمد شيخ علي وفي البداية اود ان اعطي الكلمة لدكتور عبدالرحيم العطاوي ليحدثنا عن موضوع روسيا والمغرب التوابط وتحولات والدكتور عبدالرحيم العطاوي هو من الرعيل الاول للمغربة الذين التحقوا للدراسة بروسيا وحاز على الماجستير في الادب وبالخصوص في اللسانيات في الادب واللسانيات وفي سنة 1967 التحق بعدها بمركز التعريبي التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط وبعد ذلك التحق الدكتور عبدالرحيم العطاوي بكلية الادب والعلوم الإنسانية بالرباط التي ظل يعمل بها الان وللأستاذ الدكتور عبدالرحيم العطاوي كتب ودراسات متعددة عن روسيا والعلم من أهمها هو كتابه عن الاستشراق الروسي الذي كرسه للتعريف بالمستشرقين الروسيين وبالإنتاج الروسي حول العالم العربي الإسلامي أيضا من كتبه الأخيرة أو من بين كتبه الأخيرة كتابه عن العلاقات المغربية الروسية وهو كتاب نشر فيه مجموعة من الوتائق الروسية مترجمة إلى اللغة العربية خاصة تلك المحفوظة التي كانت محفوظة في الأرشيف الروسي لك الكلمة دكتور عبدالرحيم العطاوي لتحدثنا في 15 دقيقة وأقول 15 دقيقة عن روسيا والمغرب التوابط والتحولات شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة والسيدات لقد اختصرت حاولت أن أختصر مداخلتي أول مرة ثم علمت بأن الوقت المخصص 15 دقيقة فاختصرتها ثانية وقبل الدخول هنا اختصرتها مرة ثالثة فسأحاول أن أحترم الوقت المحدد 15 دقيقة قبل الدخول في صميم الموضوع يجب التذكير بأن بالطبع الشرقي للشعب الروسي منذ أقدم العصور كما يجب التذكير بأن أول مؤلف الرخى للروس وللقبائل السلافية الشرقية الأخرى هو كتاب عربي وصاحبه هو أحمد بن فضلان مبعوث الخليفة العباسي المقتدر إلى ملك البلغار إذن روسيا أصلا بلد شرقي واحتفظت وبقى الشعب الروسي شعبا يعيش حياته كلها حياة يطبعها الحياة الشرقية إلى مجيء بطرس الأول الذي غير تماما وجه روسيا وألزم الناس على العيش وتغيير حياتهم إلى النمط الغربي أوروبي غربي أنتقل الآن بسرعة إلى العلاقات بين المغرب وروسيا القديمة العلاقات المغربية يمكن القول أن اهتمامات روسيا بمنطقة شمال إفريقيا بدأت منذ بداية القرن الثامن عشر واستمر هذا الاهتمام وهناك وطائق تتفيت ذلك واستمر هذا الاهتمام إلى غاية الربع الأخير من القرن الثامن عشر حين قرر السلطان المغربي محمد بن عبد الله فتح الموانئ المغربية في وجه عدد من السفن الأوروبية الأجنبية فلما علمت روسيا بهذا الاتجاه وقع التطال بين المسؤولين المغربة والمسؤولين الروسيين في مدينة في إيطاليا وزارت بعض السفن الروسية عام 1778 زارت مدينة طنجا بعد ذلك كانت اتصالات ومراسلات بين العاهلة المغربية والعاهلة الروسية كاترينا الثانية وهذه الوتائق موجودة ومحفوظة وخاصة موجودة في الأرشيف الروسي خاصة في موسكو وسان بيترسبورغ لكن الاتصالات توقفت وكان ذلك إرضاء لتدخلات من الإمبراطورية العثمانية التي كانت في حروب شبه دائمة مع الإمبراطورية الروسية إذن في سنة 1894 اعترفت حكومة الإمبراطورية الروسية بالملك المغربي جدد الملاعب العزيز وقررت فتحة قنصلية عامة لها في مدينة طنجا وهكذا فتحت وعين قنصل عام 1897 وبقيت هذه القنصلية تعمل إلى غاية 1912 وهي السنة التي فردت فيها الحماية حماية الفرنسية والحماية الإسبانية على المغرب وتحولت هذه القنصلية إلى وكالة دبلوماسية وبقيت تشتغل إلى غاية 1917 حين سقطت الإمبراطورية الروسية وانتصرت التورى البولشيفية في العشرينات من القرن العشرين تقوى اهتمام الدولة الفتية السوفية بالمغرب لأن بسبب حرب التحرير التي كانت يخوضها في شمال المغرب مقاتلون على رأسهم محمد بن عبد الكريم الخطابي والاتحاد السوفيتي ساند هذه الحركة مدة طويلة من 1921 إلى 1926 الحملة كانت إعلامية قبل كل شيء وشاركت فيها أحزاب سياسية في أوروبا الغربية وعلى رأسها الحزب الشيوعي الفرنسي لكن ابتداء من سنة 1924 بدأت تقل هذه الحملة وهي السنة التي هذه السنة التي اعترفت فيها فرنسا بالدولة الجديدة الاتحاد السوفيتي وهنا يمكن تفسير هذا وذهب كثير من الناس أو الملاحظين أن هذه الحملة كانت تتوجه إلى فرنسا لإرغامها على اعتراف بالاتحاد السوفيتي فلما حصل هذا بدأت تقل تلك الحملة إلى خير نلتقل الآن إلى المغرب يعني في الخمسينات قبل استقلال المغرب كان الاتحاد السوفيتي يدافع دوماً عن استقلال المغرب في جميع المحافل الدولية وتجلى هذا خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد هذا المغرب المستقل والاتحاد السوفيتي كان الاتحاد السوفيتي من بين الدول الأولى التي اعترفت بالمغرب بعد استقلاله وفي عام 1958 قام البلدان علاقات دبلوماسية بينهما وتبادل صفراء ويمكن اعتبار هذه الخطوة بمثابة استئناف لعلاقتهما في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ورغم الفرق الشاسع بين النظامين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين القائمين في البلدين فإن علاقاتهم ظلت ومنذ بدايتها مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الداخلية وهذا ما يشهد عليه تبادل الزيارات الرسمية رفعة المستوى التي جرت بينهما آنذاك فلقد تعززت تلك العلاقات خلال الستينات بالزيارات الرسمية التي قام بها القائدان السوفيتي بريجنيف وبودغورني وكذا بزيارة الملك الحسن الثاني إلى الاتحاد السوفيتي بالنسبة للتجارة القائمة بين البلدين فكان المغرب يصدر إلى الاتحاد السوفيتي بعض المواد المعدنية وخاصة الفصفات وكذلك الحمضيات والخضروات أما واردته من الاتحاد السوفيتي فكانت تتمثل بالخصوص في عدد من الآليات الفلاحية والصناعية وكذا بعض المواد الطاقية وظلت العلاقات بين البلدين تنمو وتزداد متانة وهكذا تحقق كثير من المشاريع الكبرى وصارت روسيا تمثل بنسبة للمغرب سوقاً مهمة لعدد من منتوجاته ولا بد هنا من ذكر عدد من الإنجازات الكبرى التي حققها المغرب بتعاون مع الاتحاد السوفيتي هناك المحطة الحرارية جرادة عام 1971 المركب الكهرمائي المنصور الدهبي في واد درعة عام 1972 المركب الكهرمائي مليوس على واد تاسساوة 1974 المركب الكهرمائي الوحدة إلى غير ذلك من المنجزات الضخمة ومن بين المساعدات القيمة التي قدمها الاتحاد السوفيتي في إطار تعاون العلمي والتقافي أذكر على الخصوص تقباله السنوياً منذ مطلع استينات أعداد كبيرة من الطلب المغاربة الذين عاشوا وسط الشعب الروسي والشعوب السوفيتي الأخرى ودرسوا هناك مجاناً في جامعات والمعاهد السوفيتية المغرب وفيدرالية روسيا هنا استمرت العلاقات وزادت في تعززت أكثر نلتقي الآن إلى العلاقات السياسية بين المغرب من جهة والاتحاد السوفيتي وفيدرالية روسيا من جهة أخرى نلاحظ انطلاقاً مما سبق أن العلاقات مع الاتحاد السوفيتي ثم مع فيدرالية روسيا من بعده كانت ولا تزال جيدة ومتمرة ومنذ استقلال المغرب تطورت وتسير من حسنين إلى أحسن ولقد قلت أن هذه العلاقات تتميز بالاحترام متبادل إلى وهكذا فإن الاتحاد السوفيتي وهو زعيم الحركات الاشتراكية في العالم والمدافع الصلب عن البروليتاريا العالمية لم يحاول في أي وقت من الأوقات التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب وخير دليل على هذا الاحترام أنه لم يسعى إلى اتخاذ موقف صريح بشأن قرار منع الحزب الشيوعي المغربي في استناد بالرغم من كون هذا القرار أزعج كثيرا الشيوعيين في العالم وخاصة داخل الاتحاد السوفيتي حيث نددت به وسائل الإعلام الحزبي على رأسها جريدة برافدا ومعلوم أن الحزب الشيوعي المغربي عاد لمزاولة نشاطه السياسي بعدما غير اسمه مرتين ورغم هذا التحفظ وسعي الصفارة السوفيتي في الرباط الحفاظ مظهريا على عدم نشر الفكر الشيوعي السوفيتي وعلى نهج سياسة براغماتية نفعية فإن هذا البراغماتية كان يتخللها من حين لآخر نوع من الإيديولوجيا باهتة المعالم وتجلت هذه السياسة في المجال التقافي وخاصة في المركز التقافي السوفيتي في الرباط الذي كان يوزع بسخاء آلاف الروايات والدواوين الشعرية التي تمجد الإيديولوجيا الشيوعية والتي كان يكتبها كتاب وينظمها شعراء يمكن نعته غالبيتهم بموظفي الحزب الشيوعي السوفيتي الحاكم أما الكتاب والشعراء الحقيقيون معترف بهم عالميا أمثال باسترناك وأمخماطفا وستيطايفا وغيرهم كثيرون فلا وجود لإبداعاتهم ولا ذكر لهم وكان الساهرون على المركز التقافي يهدون كذلك الجمعيات الشبابية المغربية لكن بنوع من التسطر مؤلفات ماركس وهينجلس ولينين وغيرهم من فلاسفة والمنظرين الشيوعيين إضافة إلى أفلام وطائقها حول حياة الشعب الروسي السعيدة بين الدولتين حياة الشعب الروسي السعيدة في جنة الدولة السوفياتية المهم غير أن تلك الهدايا لم تكن في واقع الأمر تمثل خطرا كبيرا على الدولة المغربية لأن المؤلفات الفلسفية الشيوعية وعلى رأسها كتاب الرأسمال كانت تدرس في الجامعة المغربية وفي التانويات شأنها شأن الفلسفات الأخرى طبعا هناك أزمات وقاعات ولكن تلك الأزمات كلها كانت تحدث بسبب موقف الاتحاد السوفيتي من قضية الصحراء المغربية فالاتحاد السوفيتي كان يساند في بدايته كان يساند الأطرحات الجزائرية ولقد تسبب ذلك تقريبا في قطع العلاقات لكن لم تكادت العلاقات أن تنتقل لكن الاتحاد السوفيتي اتخذ مواقف أخرى وبعد ذلك مع ظهور الدولة الجديدة فإن الفيدرالية روسيا أخذت تنهج أو تتخذ مواقف حيادية طيلة المدة التي فصلتنا من سنة 2002 إلى الآن سنة 2002 هي السنة التي زار فيها الملك محمد السادس روسيا والتي عرفت توقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي المهم في السنوات الأخيرة انتقلت روسيا من الحياد إلى ما سمه سفير ما نعته سفير الروسي في الرباط قال أن الحياد إيجابي وفيه نوعا من مساندة الأطروح المغربية في السنوات الأخيرة أظن أنني شكرا دكتور عبد الرحيم العطاوي على هذا العرض والذي يستوقفنا فيه وقدم هذه العلاقات وقدم العلاقات بين المغربي وروسيا وعودتها إلى نهاية القرن الثامن عشر بسبب الوجود العثماني في البحر الأبيض المتوسط وأيضا الروس كانوا حاضرين في المغرب في نهاية القرن التاسع عشر في فترة الصراع المحموم بين القوى الإمبريالية على المغرب ولكن ما يسجل في هذا الباب هو أن روسيا ظلت تقف موقف الحياد ولم تدخل لعبة الصراع حول المغرب ولم تبحث عن قسطها من الكعكة عندما تم استعمار أو احتلال المغرب ما يمكن أن يأخذ ببالنا في هذا العرض ومسندت روسيا لحركات التحرر وحركة محمد عبد الكريم الخطابي في منطقة الريف وهو سياسة تتساوق مع السياسة العامة للإتحاد السوفيتي وموقفه من حركات التحرر بشكل عام أيضا كان الحديث عن حضور الروسي الاقتصادي في المغرب بعيدة الاستقلال والمشاريع الكبرى التي أنجزها الروس في المغرب خاصة في مجالي السدود ما يستوقفنا أيضا من خلال هذا العرض هو الصمت المطبق للروس الروس تجاه مسألة منع الحزب الشيوعي في المغرب وهذه الأظن أن هذه القضية تطلب منها وقفة متأنيا للبحث عن الأسباب التي دعت الروس إلى السكوت وإلى التزام الصمت تجاه هذه المسألة أيضا أتيرت القضية الأزمات وقضية الصحراء في العلاقات الروسية المغربية وما سمي بالحياد الإيجابي مؤخرا تجاه قضية الصحراء بمعنى أن روسيا تساند المقررات الأممية في هذا الاتجاه هذا هو ما يعرف بالحياد الإيجابي على المستوى الدولي الآن ننتقل إلى موضوع آخر وسنظل في المغرب وسيحدثنا الأستاذ قاسم الحادق عن التابت والمتحول في السياسة الروسية في شمال إفريقيا حالة المغرب والجزائر الجزائر والأستاذ قاسم الحادق أحد الأصدقاء المواضبين على أنشطة مركز العربي مهتم بالبحث في مجالات التاريخ المعاصر والراهن والعلاقات الدولية وله مجموعة من الدراسات والمقالات التي نشرها في دوليات محكمة ولعل من بينها مقال نشر أو سينشر في مجلة أسطور وحاصلون على شهادة الدكتورة من جامعة فاس ليتفضل الأستاذ قاسم في 15 دقيقة شكرا سيد الرئيس شكر كذلك الموصل إلى المركز العربي لأبحاث ودراسات السياسة على إتاحات هذه الفرصة المتتبع للمسار الذي أخذته العلاقات الروسية مع دول شمال إفريقيا بعد الحرب الباردة لا بد أن يسجل حصول تطور وتغيرها في هذه العلاقات بدأت معالمه استراتيجية ترتسم مباشرة بعد وصول الرئيس الروسي فراديمير بوتين إلى الحكم وهو الذي كما شاهدنا أو سمعنا في الجلسات الصابقة أعاد بناء هيكل الدولة الروسية وأعاد إلى روسيا بعضا من هيبتها ومكانتها على الصعيد الدولي فقد شهدت العلاقات الروسية المغاربية عطافا لافتا أعاد روسيا إلى حلبة المنافسة الدولية على الإقليم المغاربي بعد غياب طويل لظروف معروفة وبذلك استطاعت روسيا إعادة بناء علاقتها مع دول المنطقة تتضمن في مقدمتهم حالفتها التقليدية الجزائر وشركاء جدد لم يكن ضمن حلفائها الإديولوجين وهو المغرب وأصبحت لروسيا في المنطقة الشمال الإفريقية مصالح حقيقية أصبحت تدافع عنها وتسعى للحفاظ عليها وتقويتها وتطويرها غير أن الجديد هذه العودة الروسية إلى منطقة شمال إفريقيا تتميز بكون هذه السياسة الخارجية الروسية عادت إلى المنطقة بأساليب جديدة تختلف عن تك التي كانت معمول بها في الحقبة السوفياتية فقد عادت السياسة الخارجية الروسية إلى المنطقة بأساليب ترتكز على مصالح اقتصادية واستراتيجية وجيوب بوليتيكية بعد أن كانت ترتكز على مبادئ سياسية وإيديولوجية وعلى هذا الأساس برازة ملامح سياسة بقوتين يجد في المنطقة ترتكز أو تخلت فيها روسيا عن الاعتبارات الإيديولوجية وبدأت تركز على المصالح المشتركة والمتبادلة مع دول المنطقة إذن انطلاقا من هذه الأرضية تحاول هذه الورقة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بتوابط ومتغيرات السياسة الخارجية الروسية توجه منطقة شمال إفريقيا من خلال استعراض تاريخ العلاقات روسيا مع دول المنطقة على اعتبار أن التاريخ يسهم في تفسير الحاضر ويقدم رؤية مستقبلية واستشرافية للعلاقات فلا يمكن فهم محددات هذه السياسة الروسية دون تعرف على تاريخ هذا الدور كمدخل لقراءة الوضع الراهن واستشراف أفق المستقبل وقد أعفتني الورقة السابقة مشكورة عن هذا العنصر ثم ستترك ذلك إلى محددات وتوجهات السياسة الخارجية الروسية بصفة عامة وانعكاستها على المنطقة الشمال الإفريقية ودوافع اعتمام روسيا بهذه المنطقة أو ما هي المصاري الحقيقية لروسيا في هذه المنطقة ثم تفاصيل العلاقات الروسية مع كل من المغرب والجزائر كحالتين منفصلتين وهل لا زال العامل الإديولوجي تأثير وما هي العامل الأخرى المساهمة أولاً الاتحاد السوفيتي ودول شمال إفريقيا خلال مرحلة الحرب الباردة خلال العقود سبعة للعهد السوفيتي لعبت الإديولوجيا دوراً أساسياً في تحديد توجهات السياسة الخارجية السوفياتية وقد بقي هذا العامل الإديولوجي عاملاً محدداً وأساسياً طيلة النصف قارن وبالنسبة للدول المغاربية بعد حصول على الاستقلال وأمام تراجع نفوذ وهيمنة القوى الاستعمارية التقليد وخاصة الفرنسية انتقلت المنطقة أو استمرت تنافس الدولي على المنطقة ولكن مع تغيير فاعلين رئيسيين حيث حلت أمريكا والتحزوتي محل هذه القوى الأوروبية وبذلك عرفت المنطقة استقطاباً إديولوجياً جرّ دولها إلى الانقصام أو الانحياز بين المعسكرين حيث انحازت كل مصر من جزائر وليبيا إلى المعسكر الاشتراكي فيما انحازت كل من المغرب والتونس والمريطان إلى المعسكر الغربي وانطلاقاً من هذا الاستقطاب عرفت كما عرفت العلاقات الجزائرية السوفياتية متانة وقوة تجلت في العديد من المجالات على سبيل ذكر دور الخبراء الروس في تحديد قامة صناعة جزائرية في مجموع المنشآت إسهام الروسيين في تطوير الاقتصاد الجزائري في مد أنابيب والبترول أو استفادت آلاف طلب الجزائريين من الدراسة في الجامعات السوفياتية بالمقارنة مع المغرب وكما جاء في الورقة السابقة ورغم أن العلاقة كانت استمرت طيلة كفاح الشعب المغرب من أجل استقلال واستمرت بعد حصول الاستقلال إلا أنها علاقة ظلت عادية وكذلك طبعت بمجموعة من التباينات بمجموعة من المواقف حول المجموعة من القضايا بقيت عادية ولم ترقى إلى متانة وقوة العلاقات الجزائرية السوفياتية ثانيا ما هي محددات وتوجهات السياسة الخارجية الروسية في منطقة شمال إفريقيا على عهد الرئيس بوتين عرفت السياسة الروسية في المنطقة تحول هاما بعد وصول رئيس بوتين إلى السلطة في دجانبير تسعة وتسعين تسعمائة والف تمثل هذا التحول في إعادة ترسيم محددات وأولويات السياسة الروسية في المنطقة فيما يعرف عمون بمبادئ السياسة الخارجية الروسية وقد حافظت هذه السياسة على مجموعة من الببادئ وغيرت توجهات ومبادئ أخرى فبعدما كانت تعاملات الروسية مع دول منطقة ترتكز على الاعتبارات الإديولوجية التي كانت في العهد السوفيتي طبعا التي كانت تطغى على جميع العناصر الأخرى كالاقتصادي والاستراتيجي والسياسي شهدت السياسة الروسية منذ انهي الارتحات السوفيتي عملت إعادة هيكلة أصبحت بمجيبة أكثر واقعية وأكثر براجماتية ونفعية وتهدف بالأساس إلى تحقيق مصالح القومية والوطنية لروسيا في المنطقة وانطلاقا من هذه التوجهات والمحددات استطاعت روسيا إعادة هيكلة علاقاتها وبناء علاقاتها مع دول منطقة متخلي على اعتبارات وأسس جديدة اقتصادية جيوبوليتيكية استراتيجية وتخلت بصفة نهائية عن سياسة المحاور التي كانت متابعة حلال الحكمة السوفيتي والتي كانت تقسم المنطقة إلى دول رجعية ودول تقدمية ثالثا ما هي مصالح روسيا الفيدرالية في المنطقة وما هي دوافع اعتمام روسيا بوتين بالمنطقة الشمال الإفريقية أولا في البداية لابد من الإشارة إلى أن منطقة الشمال الإفريقية لا تمثل في السياسة الخارجية الروسية سوى حجرا صغيرا من الأحجار التي تلعب بها في شطرنج الساحة الدولية ولكن رغم محدودية هذه المنطقة وصغر أهميتها بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية إلا أنها تسعى إلى أن تكون حاضرة بقوة وفاعل أساسي في المنطقة لاعتبارات عديدة من أبرزها ولعل أهمها هو سعيها إلى أو محاولة استعادة بعض مناطق النفوذ التي فقدتها خلال الحقبة السوفياتية وخلصا في منطقة الشمال الإفريقية وإضافة إلى ذلك سعيها أو محاولتها إلى خلق توازن في العلاقة القوى مع أمريكا في إطار سعيها إلى خلق نظام متعدد الأقطاب وفي هذا الإطار ترتبط نصالح الروسية بالمنطقة بثلاث قطاعات أساسية لعل أولها هو قطاع الطاقة حيث يحتل التنصيق والتعاون الطاقي مع دول منطقة أو لويات السياسة الخارجية الروسية وأبرز مجالات تقارب الروسي مع دول منطقة وخاصة الجزائر ولكن يلاحظ بأن السياسة الطاقية أو التعاون الطاقية أو التنصيق الطاقي الروسي مع الجزائر يهدف إلى أهداف سياسية أساساً وليست أهداف اقتصادية أو طاقي ولكن هدف سياسي أساساً وهو إحاطة أو إحاطة أوروبا بحزان طاقي تتحكم فيه أو تكون روسيا المتحكم فيه رغم طبعاً الصعوبات التي تقنية والسيسية التي تعترضها في هذا المجال القطاع الثاني والذي يحتل كذلك أهمية كبيرة هو القطاع الأسلحة أو تنشيط الأسلحة أو صفقة الأسلحة حيث ساعدت روسيا إلى تنشيط صفقة الأسلحة أو بيع الأسلحة لدول منطقة ولكن ليس لإعتبارات إيديولوجيا كما كان الحال في الحقبة السوفياتية ولكن نظراً لما تشكل هذه الصفقة الأسلحة من مورد مهم لخزينة الدولة الروسية وفي هذا الإطار استفادت روسيا بشكل كبير من توطر العلاقات بين دولة المنطقة وبين المغرب والجزائر والتنافس المحموم الذي يشهده البلدان في ميدان الشراء الأسلحة والتي تخص له مداخل مهمة من نتيج داخل الخان نقطة ثالثة العلاقات الروسية الجزائرية من التحالف الإيديولوجي إلى الشراكة الاستراتيجية استمرت الجزائر مثل ما كانت في السنوات الأولى للإستقلال الحليف الأكبر لروسيا في المنطقة المغاربية ولم تغير نهاية الحرب الباردة من هذه العلاقة المتينة في شيء وإذا كانت العلاقة الجزائرية الروسية قد عرفت تراجعا على المستوى الاقتصادي والتجاري فإنها حافظت على نفس الوتيرة ونفس المستوى من الناحية السياسي ويظهر هذا بشكل جليل في تطابق وجهات النظر الجانبين في العديد من القضايا والملفات الإقليمية أذكر بالذكر الأزمة الليبية السورية اليمنية إلى غير ذلك حيث نجد أن المواقف الدبلوماسية الجزائرية تشبه أو تقترب إلى حد كبير من المواقف الروسية وقد شكل إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين سنة 2001 وهو أول اتفاق شراكة توقعه روسيا مع بلد إفريقي وعربي جاء هذا الاتفاق ليعطاء نفس جديد للعلاقات أو للتعاون التنائي حيث تعتبر الجزائر بالنسبة لروسيا شريكا أساسيا في شمال إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط على اعتبار أنهما الأكثر تصدر للغاز إلى الاتحاد الأوروبي لكن التعاون الروسي وإن سجل كما قلت ترجع أنه حافظ على وطيرته السياسية كما جاءت تكتيف تعاون الاقتصادي والعسكري بين روسيا والجزائر ومحاولة إعادة العلاقات إلى سابق عادها في إطار سعي روسيا كما قلت لاستعادة مناطق النفوذ التي فقدتها من جهة أما بالنسبة للجزائر فيها تسعى لمحاولة اللعب على تناقضات دولية وبقايا الصراع الأمريكي الروسي لمحاولة استعادة صورة دهنية التي ضعضعتها سنوات الحرب الأهلية التي مرت منها وفي المجال العسكري والتقني على فضل العلاقات بين البلدين قفزة نوعية في عاد بوتين خاصة وأن الجيش الجزائري مجهز بطريقة شبهة كاملة من العتاد والأسلحة الروسية وبالتالي هو يحتاج اليوم إلى إعادة التحديث وإعادة التأهيل مما يفرض توقيع اتفاقيات وصفقات الأسلحة مع روسيا أخيرا أبعاد وحدود العلاقات الروسية أو التقارب الروسي المغربي شهدت العلاقات المغربية الروسية في عاد بوتين حركية مهمة تمثلت في اتفاق الشراكة الاستراتيجية لكي نفهم السياسة الروسية في المنطقة المغربية نلاحظ بأن سنة فقط بعد توقيع اتفاقية الشراكة الجزائرية الروسية تم توقيع اتفاقية الشراكة المغربية الروسية سنة 2000 وجوز بعد زيارة ملك المغرب إلى روسيا وهو الاتفاق الذي أرسل بعدا جديد في العلاقات بين البلدين وأدخل طرفين في مقاربة جديدة لعلاقتهما تنبني على الشراكة في مختلف المجالات بأبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية وبفضل السياسة المتبعة عرفت العلاقات التجارية بين البلدين تطورا ملحوظا في حجم المبادلات التي انتقلت من 640 مليون دولار سنة 2001 إلى حوالي زوج مليار دولار سنة 2011 مما يجعل المغرب في مقدمة الشركاء التجاريين أقول التجاريين لروسيا في المنطقة في منطقة العربية ككل وأفريقيا كذلك وفي المنطقة العسكري أظهرت القيادة المغربية اهتماما بالغا بعلاقة طويلة الأمد في مجال التقنية العسكرية الروسية وتمثلت في صفقتين للأسلحة موقعتين سنة 2012-2013 رغم الطابع السري الذي يطفيه المغرب على هذه الصفقات من الأسلحة رغم أن المغرب يتزود عادة بمعدات العسكرية بطريقة تقليدية من دول حلفاء التقليديين الغربيين مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية فإن روسيا تعي هذا الأمر وتسعى لكسر هذا الاحتكار الغربي لسوق الأسلحة في المنطقة أمام من جميع المغرب يندرج هذا الانفتاع على روسيا في إطار النهج الذي اعتمده في التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية والهادف إلى الانفتاع على قوى كبرى جديدة لكن دون أي مستعال مع علاقته مع الشركاء التقليديين والسعي إلى خلق مجموعة من التوازنات في علاقته الخارجية مثل اتفاق شارك مع أوروبا اتفاق الحر مع أمريكا إلى غير لكن أخيرا ورغم جهود رئيس بوتلينفت على المغرب ورغم النواية التي أبداها المغرب في تعز العلاقات مع روسيا إلا أن هذه العلاقات لم تعرف التطور والتقدم المأمول منها لوجود عوائق كثيرة من أبرزها هو أن المغرب يدرك أنه من الصعب عليه أن ينفتح بشكل كبير على روسيا بشكل يغضب شركاء وحلفاء التقليديين خاصة في ظل توتر العلاقات بين الغرب وروسيا على ملفات إقليمية خاصة أوكرانية وبالتالي يدرك أن خطة من هذا الحجم قد لا تكون محسوبة أعتذر وشكرا جزيلا شكرا جزيلا لعل الكلمة المفتاح لقراءة العلاقات المغاربية الروسية هي المصالح الاقتصادية واستراتيجية سواء ذلك كان في المرحلة السوفيتية أو المرحلة الروسية ولعل هذه المصالح الاقتصادية واستراتيجية هي التي تسمح لنا بالإجابة على السؤال الذي طرحناه في بمناسبة للعرض الأول عن الحزب الشيوعي المغربي وأيضا عن السؤال المتعلق بما يسمى بالحياد الإيجابي فالحياد الإيجابي وتفرضه مصالح اقتصادية واستراتيجية لن نتحول كثيرا عن شمال إفريقي نبقى في شمال إفريقيا وسيحدثنا الدكتور عبد الحياة علي قاسم عن أفاق العلاقات الروسية الليبية في ضوء تداعيات الفعل التوري والسيدة عبد الحياة علي قاسم صالح هو محاضر في القانون العام في جامعة صنعاء عمل باحثا في المركز اليمني للدراسات استراتيجية له عدد من المؤلفات المنشورة وهو حاصل على دكتورة في العلاقات الدولية من جامعة عبد الملك السعدي في المغرب فلك الكلمة سيد عبد الحياة علي قاسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد أتقدم بالشكر والتحية لكل المشاركين في هذا المؤتمر كما أتقدم ببالغ الشكر لهذه المنارة المعرفية والصرح العلمي الواعد الذي نأمل أن يكون قبلة للباحثين والبحث العلمي الذي نحن بأنس الحاجة إليه كأمة تفتقر إلى المعرفة وأدواتها الصحيحة وفق رؤية الناضية أملا في خروجها من مآزقها العديدة الشكر موصول لرائد هذه المنارة والرواد الباحثين فيها موضوع هذه الورقة البحثية التي سوف أقوم بعرضها بعرض مختصر لها هي آفاق العلاقات الروسية الليبية في ضوء تداعيات الفعل الثوري في المنطقة تهدف هذه الورقة البحثية في محتوى توضيح آفاق العلاقات الروسية الليبية في ضوء تداعيات الفعل الثوري بكل استحقاقاته الجديدة ومتغيرات السياسة الروسية بأولياتها الاستراتيجية في المنطقة وحساباتها النفعية لطرح مقاربة واقعية تسعب في كشف آفاق العلاقات الروسية الليبية دعونا نطرح هذا التساؤل هل العلاقات الروسية الليبية ما بعد القذافي وفي ضوء تداعيات الفعل الثوري سوف تظل بذات الزخم السابق بكل امتيازاته وتفاعليته أم أن متغيرات الوضع الليبي والمواقف الروسية منه تجعل من تلك العلاقة السابقة غير ممكنة وأن متغيرات المصالح بكل خياراتها وحساباتها الدقيقة والأمنية هي من سوف تسوغ مستقبل تلك العلاقة تأسست هذه الورقة على افتراض أن تداعيات الفعل الثوري في ليبيا والموقف الروسي منها بكل ملابسات ينطوي على تبعات سوف ترسم آفاق العلاقات المستقبلية بمعنى أوضح أن هناك محددات أو اعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية هي من سوف تسوغ آفاق تلك العلاقة لكن إجمالا يمكن القول أن ذات الامتيازات والتفضيلات التي كانت تستأثر بالعلاقات الروسية الليبية لم تعد والدة في ظلم دخلات العلاقات الجديدة وتحديدا السياسة الروسية الجديدة تجاه المنطقة ومنها ليبيا وموقفها غير التصالح من الثورة التي أقدم عليها الشعب الليبي ولمقاربة منهجية مناسبة فغموض صانع القرار الروسي والبيئة المحيطة من حوله إضافة إلى صانع القرار الليبي لم تسعف في الاقتراب من هذا الموضوع في ضوء منهج صراعة القرار وبالتالي لم يكن أمامنا مناسباً إلا الاقتراب وفق منهج المساق النظمي وفق مساق متغير نظام المدخلات العلاقة الروسية الليبية الجديدة فنحن أمام سياسة خارجي روسيا برجماتية نفعية طامحة وبين ليبيا عهد جديد مشوب بكثير من المعضلات الأمنية والسياسية ولكشف الحاضر وقدرتنا في التنبؤ المستقبل لا بد أن نعرج على المحطات التاريخية المهمة حيث اتسمت تلك العلاقات دبلوماسية التي نشأت بين روسيا وليبيا في العام 1955 بالبرودة والهامشية بيد أن الوضع أخذ تغيراً دراماتيكياً في العلاقة بعد أن زار القذافي موسكو في العام 1976 وعلى أثرها ظهر في ليبيا الألوف من الخبراء السوفيت العسكريين والمدنيين واكتسب المئات من الطلاب الليبيين في الاتحاد السوفي التخصص العسكري والمدني على حد سواء كما اعتمد القذافي كما هو معروف في تسليح جيشه على الدعم العسكري الروسي ظلت ليبيا حتى ما بعد تحلل العملاق السوفيتي وتنصل الوريث الروسي عن التزاماته فرصة مغرية أكثر من كونه عبءاً مغرياً فرصة ثمينة في توزيع صادرات روسيا العسكرية المكدسة بفعل الكساد والركود الذي أصاب بنيتها الانتاجية وحاجتها لتحريك دماء اقتصادها المتهالك بمعنى أن ليبيا كانت إحدى متنفسات الأزمة الاقتصادية الروسية ليبيا في ضوء استرادية روسيا بوتين روسيا بوتين رفضت أن تتموضع في خالة الدرجة الثانية لذلك سعى بوتين لوضع منهياً توافقياً للسياسة الخارجية أخذ بعين الاعتبار استحقاقات دمج روسيا بالنظام العالمي وتعزيز الطموحات القومية سياسة تحكمها مسارات مادية ربما محظى تقوم على انتهاز التناقضات لقطف الصفقات أكثر من مبدأ المبادرة وفاعلية الحضور تحين الفرص والاعتماد على تكتيكات ترجحية ولا تبدو مستعدة وحتى راغبة في الدخول في مصادمات خارجها مش مصالحة الحيوية تنبه القذافي لهذه السياسة مبكراً وعندما بدأ يكتشف أن الروسي لم تعد ذلك الحليف الذي يمكن أن يتحمل كل مغامراته ومراهقاته السياسية خصوصاً بعد سقوط صدام حسين وحالة الوجوم الروسي منه بحيث اتجه لتسوية خلافاته مع الغرب وفق صفقة لو كربي وتقديم برنامجه النووي على طبق من ذهب للغرب ثورة فبراير وتداعية على العلاقات الروسية الليبية ظلت ليبيا كغيرها من الدول العربية الصاحة المقفولة من التأثير الخارجي باستثناء العلاقات الروسية وتعز تلك الحالة لحساسية طبيعة نظام القذافي من أي تأثير خارجي وفي تأثير خارجي وفي ثانيا كانت علاقة روسيا بالنظام القذافي محق اختبار سواء الاختبار من الصعوبة بحيث وقف وعند انطلاق ثورة 17 فبراير وفي ثانيا كانت علاقة روسيا بالنظام القذافي محق اختبار سواء الاختبار من الصعوبة بحيث وقفت روسيا عاجزة عن إنقاذ القذافي ولم تشعفها حيل التدخل بأن تقف في وجه توجه دولي غربي مصمم على أسقاط حليفة بضربة جوية تحت مبدأ الحماية الإنسانية والسبب أن روسيا تمشي وفق الاستراتيجية المصالحية بحسابتها الدقيقة إذ ليست ثمة من حلفاء إذا كان هناك تبعات كبيرة على مصالحها فعلاقاتها التعاون مع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا كبيرة وحجم استثمارتها لا تقارن مع نظام القذافي وهي ليس في وارد أن تقوض مغامرة عسكرية تهدد بنيتها الاقتصادية والأمن للدفاع القذافي لتنقض شخص متهالك وتذوب زعامته في وحي الجرائمة وهنا نشير إلى جملة من مؤشرات أولية لتداعيات الموقف الروسي من الثورة الليبية تمثلت في خسائر روسية بفقدان عقداً لتوريد الأسلحة بمقدار 81 مليال دولار جرت توقيع عليها في كانون الثاني يناير 2010 عدا عن عقود أخرى اقتراضياً وقشت مع النظام الليبي السابق خلاصة مواقف روسيا من الثورة وتحديداً في ليبيا أنها حسابات مصالح صرفة واقعية لم تتبنى سياسات موحدة دون التخلي عن مصالحها مع الأنظمة برغماتية مرونة المواقف وفق مؤشرات الأوضاع والأحداث على الأرض إذا تقدمت جبهة المستبدين في هذه الثورات إذا تقدمت جبهة المستبدين فالثورة الشعبية لا تخدم مصلحة البلد وأمنه وإن تقدمت جبهة الثوار فنحن لا ندعم شخص الحاكم ولكن نحترم فلسفة العلاقات الدولية التي تقوم على مبدأ عدم التدخل آفاق العلاقات الليبية الروسية المستقبلية لم يضع الربيع العربي بعد أو زاره ولم تتضح ملامع حدود نشاطه ومدا حتى بدأ النقاش حول آفاق تلك العلاقات يحتدم بين السياسين والمثقفين حيث أكد محمود جبريل إثناء زيارته إلى روسيا أن ليبيا تريد فتح صفحة جديدة في علاقاته مع روسيا والتقى وهذا ما دار من نقاش بيني وبين وزير الخالجوس سيرجي لافروف في ضرورة إعادة إحياء العلاقات التاريخية السابقة يتقاسم هذه الرؤية حول آفاق العلاقات المستقبلية ميخائل مارغلوف رئيس لجلة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي والذي يسوق مبررات المقف الروسي من الثورة الليبية وأهمية الدفع بالعلاقات الليبية الروسية إلى آفاق أوسع غير أن الحقيقة تقول بخلاف ذلك من خلال ملابسات لحدث ثورية مرت بليبيا وحول آفاق العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين روسيا وليبيا يمكن القول بأن هناك حضوض ضعيفة فيما يتعلق بإعادة علاقاتها التجاري والاقتصادية مع ليبيا إلى مستوى السابق قبل الحرب لكن ميخائل مارغلوف أن ليس ثمة من سبب القطع ذلك التعاون مع روسيا حال كان هناك تقييم الموضوعين لتلك العلاقة ورغم حص روسيا على استمرار تلك العلاقة السابقة مع ليبيا وتسويقات السياسيين لتحسين مواقفهم من ثورة الشعب الليبي والبحث عن آفاق علاقات أوسع معها إلا أن تداعيات الربيع الثوري توفر فرصا وتفرط تحديات وبقدر قراءة روسيا للمتغيرات في المنطقة بصورة سليمة ومبكرة سيكون نجاح السياسة الروسية في تخطي التحديات والعقبات الماثلة أمامها واستغلال الفرص التعاون المتاحة لإعادة صياغة وترتيب علاقتها مع الدول العربية فروسيا ما بعد الثورة الليبي تحكمها اعتبارات مهمة هي من سوف ترسم آفاق العلاقات الروسية الليبي الاعتبارات السياسية والأمنية بدون شك أن الموقف الروسي تجاه الثورة الشعب اللي لم تكن تصالحية ثمت نقطة أخرى ومهمة ولا تقول أهمية في الاعتبار السياسي الموقف الروسي مما يدور في المنطقة خصوصا في سوريا وأخيرا في اليمن وترجيح كفة إيران وأذرعها في المنطقة على حساب أمن المنطقة وما يشكل ذلك من خطر على أمن المنطقة والشركاء ليبيا القدد تركيا والسعودية وبقية الدول الخليجية لا شك في أن لها آثار السلبية على استمرارية وتقدم المصالح الروسي الاستثمارية في ليبيا وفي إطار الاعتبارات السياسي لا بد أن أشير إلا أن طبيعة النظام السياسي الذي سيرسع عليه الوضع في ليبيا سوف يحدد طبيعة تلك العلاقة فأن يستعيد العسكر السلطة وتعود إلى ثكناتهم فربما يعود نوعا من الزخم السابق ولكن ليس بنفس الوتيرة السابقة أما أن يصل إلى السلطة نظام سياسي مدني توافقي نظام سياسي مدني فربما أن المصالح سوف تخضع لخيارات دقيقة مصالحية وفقا لمصالح البلدين أيضا ضمن الاعتبار الاعتبار الأمني في مجال الطاقة فروسيا تعتمد في سياسات الخارجية على النفط والغاز ومن الضرورة بمكان أن يتم تنسيق سياسات الطاقة مع بلد مثل ليبيا كونه من الدول المصدرة للنفط ومن الدول التي تمتلك احتياط استراتيجي كبير أيضا هناك الاعتبار للعسكريين ختاما يمكن القول أن روسيا اليوم على محق اختبار صعب في نفس التعامل مع جغرافيا الشرق أوسطية ملتهبة غير واضحة المعالم لا هي ديكتاتوريات مستقرة حتى تضع عفاق المستقبل يخدم مصالح بذات السيرورة السابقة ولا هي بديمقراطية ثابتة حتى تعيد تكييف وتركيب أدوات الاقتراب والتعامل مع الماء الواقع ما بعد الثورات وسياسة مبنية على قدر من توازن بين مصالحها ورغباتها في تبوء مكان مهمة في القضايا الدولية وبين علاقاتها بالمجتمع الدولي السائر في معارضه ومن الصعب التنبؤ في خضم الأحداث الدائرة في ليبيا حول ما سوف تقول إليه العلاقات الروسية الليبية بيد أن المرجح والمحتمل أن ذات العلاقات التفضيلية السابقة التي كانت تحظى بها روسيا والامتيازات التي كانت تتمتع بها ليست والدة في ظل موروث بغير تصالحي ومواقف خذل ثورته رغم كل التفاؤلات والتسويقات السابقة فأي علاقة بين روسيا وليبيا ومداها تحكم اعتبارات سياسية وأمنية واقتصادية لا يمكن تجاوزها تقرر خطوطها العامة طبيعة توجهات روسيا الجديدة تجاه ليبيا والمنطقة بشكل عام خصوصاً الدول العربية التي تربط علاقة متينة بليبيا وهي جزء من صراع إقليمي مع إيران فوضع روسيا ثقلها لصالح إيران وأذرعها في المنطقة بحيث تظهر السياسة الروسية وكأنها داعم للتوجه الإيراني يعيق نمو المصالح الروسية في المنطقة العربية والمطلوب من روسيا لا نقول أن تقطع علاقتها بإيران وحلفائها أو سوريا وإنما بإقامة علاقات متوازنة تعيد الثقة للمنظومة العربية التي تأتي ليبيا في إطارها هذا وشكراً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أستاذ عبد الحي على احترامك للوقت أولاً وعلى هذا العرض القيم الذي أبرزت فيه أنه سواء بالنسبة للفترة القدافية أو لفترة ما بعد التورة فالموقف الروسي كان دائماً واحداً لا يتغير أن تنعته بالبراجماتية وبالحسابات السياسية والأمنية التي كان يضعها في الاعتبار والسؤال الذي يطرح يعني من خلال عرض ثلاثة هو يعني ماذا نريد من روسيا يعني هذه دولة تراعي مصالحها وتراعي يعني في سياستها تراعي مصالحها ما الذي نريده من روسيا ننتقل إلى الشرق إفريقيا وإلى الصومان حيث سيحدثنا الدكتور محمد أحمد شيخ علي عن العلاقات الصومالية الروسية المسار التاريخي والحالة الراهنة والأفق المستقبلية والأستاذ محمد أحمد شيخ علي هو أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والسياسية بجامعة إفريقيا العالمية تنصب اهتمامته البحثية في مجالات سياسة والمجتمع المدني والأديان والتنمية وعلاقة إفريقيا الدولية كاتب وسائم في تأليف خمسة كتب في مجال الدراسات الإفريقية هو حاصل على الدكتورة في الدراسات الإفريقية من معهد الدراسات الإفريقية والأسيوية بجامعة الخرطوم فهو وعدني بأن يحترم الوقت فلو الكلمة في حدود خمسة دقيقة شكرا سيدي رئيس الجلسة وشكرا لأخوة في مركز العربي للبحث ودراسات السياسية فكما تفضل الأخ رئيس الجلسة موضوع الورقة هو العلاقات السومالية والمسار التاريخي والحالة الراهنة والأفاق المستقبلية فأريد قبل أن أدخل الورقة أن أستشد بما طرح أمس دكتور مروان قبلان عندما قال أن ما طرحنا من أوراق أغلبها اعتمدت على دراسات أغربية وعندما يكون الحديث عن السومال أو الكتابة عن العلاقات السومالية الروسية يتحقق أو يتنزل هذا الكلام لأن قبل تسعة أشهر كان هناك حوار مع الخبير الروسي والمتخصص في اللغة السومالية دكتور جورج كابجيتس الذي تعلم اللغة الروسية في موسكو قبل خمسين عاما قبل أن تكتب اللغة السومالية نفسها وكان أستاذه في هذه اللغة أليكسنتر شاكوفيسكي الذي كذلك كان روسيا فعندما كان يحاور إحدى المواقع السومالية سنة 2006 قال أتأسف أن أستاذي الذي علمني اللغة السومالية قبل أربعين عاما في تلك الفترة قد ترك وهاجر إلى أمريكا ليدرس الأدب الروسي في جامعة USC في جنوب كاليفورنيا ولذلك لم تعد هناك دراسات لا من الجانب السومالي ولا من الجانب الروسي اللهم إذا كانت هناك ما قال أحد الزملاء في هذا الصباح أن تكتب الدراسات باللغة الروسية ونحن لا نفهمها اللغة الروسية على كل اعتمد هذه الدراسة دراسات غربية لكن لم تترك لم تقرأ أو لم تتلقى كل ما قيل عن العلاقات السومالية الروسية ولم تقرأها بعيون غربي وإنما قرأت بعيون قرن إفريقية في البداية بدأت العلاقات الروسية والسومالية في المرحلة السوفيتية طبعا في مرحلة مع بعض الحرب العالمية الثانية حيث أصبح الاتحاد السوفي العدوى في لنجة الدول الأربع الكبار التي كلف بمتابعة موضوع تحديد مسير المساعمرات الإيطالية ليبيا إريتريا وجنوب السومال منذ ذلك الحين كانت هناك علاقة روسية سومالية بعض المسادر تقول أن العلاقة بدأت غير الرسمية أي من خلال الحساب والمثاقفين السوماليين الذين كانوا ينتمون إلى اليسار الناشي في تلك المرحلة يقال أن هؤلاء المثقفين والحساب الإيساري التي كانت ناشئة في جنوب السومال في أواخر الخمسينات كانت تواصلت مع الاتحاد السوفيتي عن طريق اليمن الجنوبي ويشار الأسياسي اليمني عبدالله الأسنج أنه كان حلقة الوصل بين هؤلاء المثقفين وبين الاتحاد السوفيتي على كل بدأت العلاقات الروسية والسومالية في إطار اهتمامات الاتحاد السوفيتي في منطقة القرن الأفريقي أن يجد موتيقة في هذه المنطقة أن يكسر حيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على هذه المنطقة باعتبارها كانت منطقة استعمرت من قبل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ثم أصبحت موالية للولايات المتحدة الأمريكية أن يجد موتيقة في هذه الموقع الاستراتيجي الذي يحتل في ممرات المائية الدولية التي تعبر فيها التجارة العالمية والقريبة إلى مناطق إنتاج البترول ثم احتواء النفوذ السيني في هذه المنطقة كانت هذه الاتحاد السوفيتي في تلك المرحلة سادفت هذه الاتحاد السوفيتي مع استقلال السومال السومال استقل في جنوبه من إيطاليا وفي شماله من بريطانيا وتوحد عام ستين في يوليو السومال كان يعول على أن يجد دعم في بناء مؤسساته الحكومية في رفع قدراته الإنتاجية في تدوير مؤسساته الاقتصادية مسائعه مدارسه مستشفياته خدماته كلها كان يعتمد أو يتوقع أنه سيجد دعما من الغرب لكن لم يحصل على هذا وإنما كما سنرى اتجه إلى الاتحاد السوفيتي بحثا عن دعم يساعده في بناء خياكل الدولة السومالية الوليدة في أكتوبر سنة ستين بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي وبين السومال فتحت موسكو سفارتها في مقدشو في أكتوبر في ستين بعد الشهرين تقريبا في ديسمبر من نفس العام وصل عدد موظفي السفارة السوفيتي في مقدشو ثلثمية موظف وذلك يمكن أن نرى حجم الاهتمام السوفيتي في هذه المنطقة وفي مارس من واحد وستين جاءت بحثة النواية الحسنة إلى مقدشو لتقييم الواقع السومالي وتقديم ما يمكن تقديمه من المساعدات وفي مايو من نفس العام ذهب الرئيس الوزراء السومالي عبد الرشيد علي شرماركي إلى موسكو والتقى مع الغيادة هناك ووجد ترحيبا كاملا لما طلب من مساعدات من الاتحاد السوفيتي وفي يونيو من نفس العام تم توقيع اتفاقية اقتصادية ثقافية وفرد لسومال ما يحتاجه من دعم اقتصادي وثقافي تمثل على بناء مستشفيات مدارس منح أطباء مدرسين إنشابنا تحتية ميناء توسيع الإذاعة السومالية تأسيس مصانع البان ولحوم وأسماك وما إلا ذلك كانت هذه في 61 ثم في 62 دهب الرئيس الوزراء السومالي عبد الرشيد علي شرماركي إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتقى مع الرئيس كيندي وناقش في موضوع دعم السومال اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وطرح موضوع بناء الجيش السومالي أو القوات الأمنية السومالية لكن الرئيس كيندي رفض رفضا قاطعا بأن يقدم دعم عسكريا إلى السومال لماذا؟ لأنه كان يرى أن السومال يسعى إلى استرجاع الأراضي السومالي الواقعة تحت إيثوبيا وتحت كينيا وجيبوتي التي كانت مستعمرة فرنسية في تلك الفترة لأن الدستور السومال كان ينص بأن من واجبات الحكومة السومالية استرجاع هذه المناطق وذلك عندما رفض الرئيس كيندي في مساعدة سومال في بناء جيشها تم توقيع التفاقية في نوفمبر سنة 63 بين الاتحاد السوفيتي وصومال في بناء جيش سومالي قوام 20 ألف جندي تدريب وتسليح كامل ثم بعد ذلك أثارت هذه الاتفاقية مخاوف أمنية في المنطقة وفي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية فبدأت مناوشات الحدودية بين سومال وكينيا وكذلك بين سومال وإيثوبيا ومن هنا عقدت إيثوبيا اتفاقية عسكرية مع كينيا كما عقدت كينيا اتفاقية عسكرية مع كل من يوغاندا وتنزانيا استمرت هذه العلاقة لكن تركت آثارا سلبية على الواقع السياسي السومالي عندما اختلف الرئيس الوزراء مع الرئيس وغير الرئيس وعين الرئيس الوزراء الجديد بدلا عن الرئيس الوزراء عبدالرسالي شرمانك الذي بدأ في هذه العلاقة جاء عبدالرزاق حاج حسين الذي أصبح الرئيس الوزراء الثاني وكان ذات المويل الغربية ولم يكن متحمسا لهذه العلاقات وكذلك الرئيس عبدالله لم يكن متحمسا في هذه العلاقات لكن لم يؤثر هذا على العلاقات السوفيتية والمساعدات التي كانت تجد السومال من الاتحاد السوفيتي بل استمرت كما كانت وفي سبعة وستين جاء عبدالرزاق شرمانك رئيس الوزراء الذي أقيل رئيسا لسومال بعد الانتخابات الرئاسية وعينه رئيس الوزراء جديد وهو محمد إبراهيم عقال الذي كان ذات ميول غربية ووجد الغرب بأن تعيين محمد إبراهيم عقال سيعيد التوازن الذي اتقدته الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة فبدأ عقال طرح قضية تصفير النزاعات في هذه المنطقة تسالح مع إمبراطور حير السلاسة وتسالح مع جامو كينياتا وهدأت الأمور في هذه المنطقة ثم ذهب إلى زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكن بسبب كثرة المثقفين الذين درسوا في الاتحاد السوفيتي بسبب ما حصل من فساد في داخل في إدارته في حكومته بسبب ما حصل من توجير في الانتخابات بسبب ردات الفعل للسوماليين الذين كانوا يشعرون بأنه كان من المفترض اللي يتنازل رئيس الوزراء ويتسالح مع كينيا وإيثوبيا بما يتعلق بالأرض السومالي كلها أدد إلى اغتيال رئيس الجمهورية في أكتوبر 1969 ثم جاء الانقلاب العسكري الذي جاء تولى السلطة اللواء محمد سيدبر الرئيس سيارة الأركان السومالية ومن هنا وجد الاتحاد السوفيتي مرة أخرى ترحيبا كاملا بعدما افتقد أصدقائه في الجزائر وفي غانا وفي مالي في 1972 جاء وزير دفاع السوفيتي في مغدشو وعقد اتفاقية عسكرية وجدت السومال بموجبها دعم عسكري وفي 1994 تم توقيع اتفاقية الصداقة الشاملة في الجانب العسكرية والصناعية والصراعية والريادية والثقافية كلها ثم حصل ما حصل من الحرب لأن السومال كان يهدي في بناء جيش السومال حتى يسترد أراضيه لكن الاتحاد السوفيتي لم يكن يقصد دعم السومال بأن تعتدي أو تدخل الحروب مع إيثوبيا لكن لم يستطيع أن يدير الخلافات التي كانت في المنطقة ثم انتهت المشكلة بالحرب أوغدين في 1977 ثم انقطعت العلاقة بين الاتحاد السوفيتي وبين السومال وفترة أخذت فترة طويلة وحاول كل طرف بعد 85-86 أن يعيد العلاقات إلى مجرهها طبيعية لكن ما حدث من تفاقق الدولة السومالية وما حدث من انهيار الاتحاد السوفيتي لم يسمح للطرفين في أن تستمر العلاقات في الوقت الراهن سنة 2007 أصبح لسومال سفيرا في موسكو وأشار أن هناك ترتيبات لإستثمارات روسية في سومال وأن يكون هناك فتح محضة أقبار صناعية روسية التي حاليا تتواجد في كازاخستان في بايكنور ستنقل إلى السومال بعد ما ينتهي العقد في سنة 2050 وسيكون هناك إستثمارات روسية في مجال الطاقة والمعادن وتدريب للقوى الأمنية وهكذا ثم بعد ذلك ساهمت الروسية ساهمت في مكافحة القرسنة في محيط الهندي على وسط السومالية وقالت أنها ستشارك في أو أنها رادية عن الهجمات الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع حركة الشباب ثم في العام الماضي في مارس 2014 قدم سفير الروسي فاليري أورلوف أوراقه إلى رئيس حسن شيخ محمود وقال أنه سيساعد السومال في مجال الأمني ودعم الاستقرار ومجال التنمية لكن سفير السومالي الموجود في موسكو صرح أفناء الأزمة الجورجية بأن السومال اعترفت بجنوب أوسيتيا وأبخازيا وهو ما نفته الوزارة الخارجية السومالية وعندما قدم سفير الروسي أوراقه في مارس في العام الماضي بعد يومين أزرى وزير الخارجية السومالي تصريح يقول أن السومال تحترم على السيادة الأوكرانية وأنها تتأسف ما تقوم به الروسية من اعتداد على الأوكرانية وأنها مستعدة في أن تتوسط بين السومال وروسيا وأوكرانيا وكل هذه ربما كانت أفعال جاءت من طرف ثالث حاولت اللقاء بين العلاقات الناشئة من جديد بين السومال وبين الاتحاد السوفيتي في الملخص هناك مستقبل للعلاقات الروسية السومالية لأن الروسيا أبدأ من خلال سفيرها ومن خلال ممثليها في مؤتمر لندن في 2012 وفي 2013 بأنها مستعدة في دعم السومال في استقراره في بناء قواته في مساعدة ما يتعلق بمكافحة القرسنة ومكافحة حركة الشباب لأن نفس المشكلة واجهت الروسيا في جنوبها وهناك فرصة صانحة للطرفين السومال والروسيا في تطوير وتنمية العلاقات لوجود مشروعات صراعية وصناعية قامت بتمويل وخبرات سوفيتية الجيش السومالي معظمه تدرب وتصلح بخبرات وبأسلحة سوفيتية هناك كوادر عسكرية ومدنية ما سالت شاهدة في المشهد السومالي فاعلة في المشهد السومالي لكن هناك تحديات في الجانب الآخر ممثلة بالتنافس الغربي السوفيتي اعتماد السومال كليا على بناء دولته على الغرب ومخاوف دول الجوار من إقامة جيش سومالي قوي يهدد أمنها واستقرارها مرة أخرى وإذا وجد من يستطيع أن يقرأ قراءة دقيقة في هذه من الطرفين يمكن أن تكون فرصة كبيرة لتنمية هذه العلاقات شكرا 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 دكتور محمد أحمد شيخ على هذا العرض القيم الذي يرسم بعض معالم الأوكرونولوجيا الوجود الروسي في شرق إفريقيا والتي قد تسهم في معرفة أهمق للعلاقات الروسية مع دول المنطقة شكرا شكرا لجميع المتدخلين وأفتحوا بابا النقاش لمدة عشرين دقيقة موزعة بين السائلين والمسؤولين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة سعيد بحديث الزملاء جميعا ولكن استمتعت بدرجة أكبر بحديث زميلنا الدكتورة الذي تحدث عن علاقات روسية مع الصومال الصومال لازالت اللغز الأكبر حقيقة هي أرض المعاناة وأرض المستقبل حقيقة تفاجأت حقيقة بتسلسل الأحداث في العلاقات الروسية الصومالية لم يكن في ذهني أن الصومال قد حضيت بهذا الاهتمام من الجانب الروسي بقدر ما عانت حقيقة من التقلبات السياسية وهو من الاستعمار الإيطالي البريطاني ثم وللأسف ما قد نسميه استعمار أمريكي ولكن الإجرام الأمريكي الذي حدث في الصومال وأرجع الصومال أكثر من ستين سبعين سنة إلى الوراء وخلق فيها جملة من المشاكل التي سيعاني الصومال كثيرا جدا حتى يخرج منها هذا الوعي بالتسلسل الدبلوماسي يعني يجعلنا حقيقة متفائلون أو يجعلنا في الحقيقة متفائلين حقيقة كانت الصومال بالنسبة لي لا زالت أرض تعاني وتعاني ولكن بعد هذا الحديث الذي سمعته أدركت أن في الصومال من يدرك يعني مشكلة الصومال من الداخل وهو قادر على أن يخرج بالصومال الحقيقة إلى الفضاء الطبيعي إلى الحياة السلمية أرجو أن تكلل هذه الأفكار دكتور حقيقة بمشروع برنامج عملي حقيقي يتحرك فيه سواء من خلال الساحة الأفريقية أو من خلال منظمة التعاون الإسلامي أو من خلال منظمات حقيقة للنهوض بالصومال لأن الصومال هي سلة اقتصادية ومكان استراتيجي آمن حقيقة لعالمنا الإسلامي والعربي شكرا دكتور على هذا العرض الجميل سعيدة سفير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لجميع الزمراء الذين تحدثوا وشكرا لدكتور محمد حقيقة العلاقات السوفيتية في ذاك الوقت الصومالية مثل ما أشار الدكتور حدثت بعد أن سد أمام الصومال بعد الاستقلال جميع أبواب الدول الغربية التي رفضت لبناء أي قوة أمنية صومالية إلا الشرطة فقط وحتى عندما طلب السومال لدعم الشرطة الصومالية الحول الأمريكان إلى ألمانيا الغربية التي كانت تعتبر تقريبا في ذاك الوقت شبه محتلة من الدول الغربية ومع ذلك مع هذه العلاقات كانت هناك تحديات حتى في ذاك الوقت لأنه حتى الدول الإفريقية كانت ترى أن الصوماليين كجسم غريب في القارة بضبيعة التكوين الصومالي وبضبيعة الأحداث التاريخية اللي كانت ترى أنه شعب مسلم مئة في المئة سني وكانت هناك مواجهات في القارة الإفريقية البلد الوحيد اللي كان فيها مواجهات تاريخية بين المسيحية التي كانت تتمثل في إيثوبيا والمسلمين اللي كانوا يتمثلون في الصومال في ذاك الوقت وذلك حتى عندما جاء زار الرئيس السوفيتي نيكولاي بيتكورني في 1974 ومرنا بعد الدول الإفريقية اللي كان من ضمنها أنجولا أقصد موزنبيك وتنزانيا وموزنبيك كان من الصومال له دور درب القوات المزنبيكية لتحرير لاستقلالها ولكن كلهم كانوا يتحدثوا ضد الصومال ونيرير كذلك إلا كان رئيس تنزانيا كان يقول أن الصومال هو الخضر في قرن إفريقيا ولذلك حتى السوفيت كان ينظر بهذا العين رغم أنه كان يدعم الصومال وبنات الجيش الصومالي حتى وصل إلى ثالث جيش أقوى جيش في القرن الإفريقية في السبعينات ولكن مع ذلك كانت هذه النظر موجودة ولذلك عندما حدث الخلاف بين إيثوبيا والدو الصومال السوفيت اصدف مع الإيثوبيين وصلحوا ودخل القوات الكوبية وكذلك ألمانيا الشرقية والجمن الجنوي في ذلك الوقت لمحارفة الجيش الصومالي ذلك هذه التحديات كانت موجودة ولكن الواقع أنه بالصوفيت من أكثر الدول التي ساهمت لبناء الصومال بعد الاستقلال ليس فقط من ناحية الجيش هناك أضباء مهندسين تخرجوا من الجامعات السوفيتي في ذلك الوقت وما زالوا بعضهم حتى الآن موجودين وشغالين ومثل ما أشار الدكتور كذلك مؤسسات أخرى ليس في المجال العسكري فقط وذلك كان فيها أكثر من أربعة آلاف مستشار السوفيت موجود في الصومال إلا حتى ساءت العلاقة وضردها سيئة برا من الصومال في بعد تقريبا قبل بداية الحرب السبعة وسبعين وشوك إن جزاهم الله خير في متدخل آخر المعني الوحيد بالأسئلة ودكتور محمد شيخ علي تفضل في شيء إذا كان لديك تعليقات إذا لم تكن لديك تعليقات نرفع الجلسة وتفضل بسم الله الرحمن الرحيم محمد علي إبراهيم أعتقد هذه الدول بنتقع في دائرة في السابق أيام الاتحاد السوفيتي كان هناك صراع لإحاطة بمنطقة بالمنطقة الاستراتيجية التي فيها الممرات المائية ومناطق البترول والاتحاد السوفيتي كان عنده نفوس في سوريا ليبيا وأثيوبيا وأثيوبيا واليمن الجنوبي فكان في سومال فترة فلذلك كان الصراع دوما لإكمال هذه الحلقة الإحاطة بالمنطقة فصراع كان دائر أنه يبصد السلطان على السودان وشات شات من عدة محاولات كان من النظام الموجود في ليبيا الموالي لمنظومة الشرقية والسودان بعد ما جعفر نميري انحاز للتيار الليبرالي أو الغرب الليبرالي فأصبحوا يصارعون في شات وأظن هذه الدول كلها دخلت الصومال وهذه الشريط كله دخل في صراع الإحاطة بالمنطقة المنتجة البترول والمنطقة بها ممرات مائية التعليقات أعطائكم وإلى مؤتمر قادم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة